وبعدين لما بيكلم بنفس الإصحاح وآمن جميع المعينين للحياة الأبدية تعرفوا الرب يسوع دائماً تقابل مع الناس بحسب احتياجاتهم على فكرة لما تقابل مع نيقو ديموس تعامل مع احتياج نيقو ديموس اللي هو الولادة من فوق الولادة الجديدة لكنه عندما تقابل مع المرأة السامرية تكلم لها عن الماء الحي تعرف حبائي في كتير مرات أن رب يسوع حتى رفض الجواب لما المتدينون اليهود نصبوا له فخ رفض الجواب قالوا له بأي سلطان سألهم سؤال عن معمودية يحنى قالوا لا نعلم قال ولا أنا يعني أخبركم يعني ما ردش على هذا السؤال لأنه أدرك من هم السامعين اللي بيسمعوه أو اللي عم بهاي تعرف حبائي النقد المميز هو روح التمييز ممكن أنك تشارك الدرر والأشياء القيمة مع حد ما بيسوى ومع حد ما بيستاهل مع واحد لا يستحق بشبه مثل الكلاب التي تمزق أو الخنزير التي تديوس هنا بيتكلم عن مقياس التقييم مقياس الحكمة هو فعلا كتير مرات نشكو عيوب الآخرين التي هي عيوبنا أصلا دايما عندنا صورة جميلة عن أنفسنا وصورة مشوهة عن الآخرين منشوف عيوبنا في الآخرين كتير مرات تعرف أنا بكون عندي عيب فالعيب اللي عندي بشوفه في الشخص الآخر فأدين الشخص الآخر بالنيابة عني ليش الرب يسوع قال لا تدينه لكي لا تدانه لأنه دينونتنا مش كاملة إحنا مش كاملين دينونتنا ناقصة بتحتاج للأدلة الكاملة